بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الجزء من المحاضرة سيتم تناول خطوات ومراحل عملية الرقابة الإدارية والتي يمكن تحديدها في عدة خطوات أولا تحديد المعايير الرقابية والمعايير هي وحدات للقياس تمثل أداء المطلوب الوصول إليه مع ملاحظة أن يجب أن تكون هذه المعايير سهلة قابلة للقياس ويمكن أن تأخذ المعايير عدة أشكال قد تكون أولا معايير كمية أو نوعية ثانيا قد تكون معايير شكلية أو مظهرية ثالثا قد تكون معايير التكلفة أو النقط رابعا قد تكون معايير زمني الخطوة الثانية من مراحل عملية الرقابة تتمثل في تحديد مسؤولية الإشراف إن المشرف لوظيفة الرقابية لابد أن يكون الإشراف على ضوء المعايير المحددة سلفا والإشراف قد يأخذ صورتين هما الملاحظة وتعني ملاحظة الرئيس لمرؤوسه أثناء العمل ثانيا الاستشارة وتعني أخذ ورأي المرؤوسين في التنفيذ نأتي إلى المرحلة الثالثة من مراحل عملية الرقابة وهي المقارنة بين النتائج والمعايير بمعنى إذا كانت المعايير تمثل أداء المطلوب الوصول إليه لذلك فإن الخطوة التالية هي مقارنة ما تم فعلا أي النتائج بما هو مطلوب الوصول إليه وهي المعايير بهدف تحديد الإنحراف ومن الأسليب المستخدمة هي التقارير المكتوبة أو الشفاهية مع المرؤوسين الملاحظة التي يقوم بها المدير نفسي على المرؤوسين نأتي بعد ذلك إلى المرحلة الرابعة من مراحل الرقابة وهي مرحلة تصحيح الإنحرافات حيث أن الهدف من الرقابة ليس هو اكتشاف الأخطاء فقط وإنما العمل على علاجها وتصحيح هذه الإنحرافات أولا بأول ومنع حدوثها في المستقبل والاستفادة منها عند وضع الخطط اللاحقة عند حدوث الإنحرافات يجب على الإدارة عمل ما يلي أولا مراجعة الأهداف ثانيا مراجعة الخطط والسياسات ثالثا مراجعة التنفيذ والبرامج التنفيذية رابعا أخذ الصروف الخارجية بعين الاعتبار ولذلك يمكن توضيح مراحل وعمليات وخطوات الرقابة الإدارية في الشكل التالي الذي يبدأ بوضع المعايير الرقابية ثم قياس الأداء الفعلي ثالثا تصويب الإنحرافات واقتراح الحلول البديلة وأخيرا المتابعة والرقابة أثناء التنفيذ بعد ذلك سنأتي إلى كيفية زيادة فعالية الرقابة الإدارية حيث يجب أن تتوافر في نظام الرقابة الفعال عدد من الخصائص وهي أولا أن تكون المعايير الرقابية والوسائل المستخدمة مناسبة ثانيا أن تكون الوسائل الرقابية المطبقة اقتصاديا بمعنى ليس هناك حاجة أن يتم استخدام أسليب رقابية باهزة التكاليف طالما توجد وسائل أرخص تؤدي الغرض نفسه ثالثا أن يكون المراقب ملما بكيفية استخدام هذه الوسائل الرقابية أي تتوافر لديه المهارة الفعلية على تطبيقها وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التأهيل العلم المناسب أو من خلال التدليب على استعمالها رابعا تعدد وتنوع الوسائل والأدوات الرقابية المستعملة حيث لا توجد وسيلة رقابية واحدة تصلح مع كافة الأفراد أو في كل التصرفات أو على جميع الأنشطة أو داخل جميع المنظمات خمسة أن تكون النظم الرقابية مرنة أي قابلة للتغيير لمصايرة التغيرات التكنولوجية التي تستحدث على الأداء الفعلي ولذلك يحقق مزيد من الفعلية سواء المراقبين أنفسهم أو الواقعين تحت المتابعة سادسا وأخيرا أن يتم مراعاة التوازن بين كل من اعتباري الكم والنوع عند صياغة المعايير الرقابية ترجمة نانسي قنقر